من حدود قطاع غزة ينضم إلينا مدير المكتب الحدث في فلسطين زميل زياد حلبي مرحبا بك زياد نستطلع منك أجواء الميدان اليوم وما يجري قبل قليل شاهدنا قصفا مكثفا لقطاع غزة وسحابة من الدخان عالية ما هي المعلومات التي بحوزتك أولا قبل قليل أيضا أطلقت رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة كما تسمى انطلاقا من قطاع غزة عمليات اطلاق الصواريخ مستمرة من قبل الفصائل الفلسطينية على الرغم من الهجوم البري ومحاولة إسرائيل توسيع هذا الهجوم القصف الذي يتواتر الآن في خطاع غزة في منطقة جباليا وحي الشجاعية السجاعية هناك محاولة من الإسرائيليين للسيطرة على تلك المناطق فعليا وهناك اشتباكات ضارية جدا تدور بين القوات الإسرائيلية ومئات من المقاتلين التابعين لكتائب القسام والفصائل الأخرى الذين يخرجون من الأنفاق ويبغتون القوات الإسرائيلية إسرائيل كانت اعترفت صباحا كما في كل يوم عن بمقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات في المنطقة الشمالية التي تحتل أجزاء منها منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة حاليا التركيز الأساسي هو بالفعل على منطقة جباليا على المخيم جباليا وأحياء أيضا غزة الزيتون الشجاعية وأحياء أخرى طيب كذلك بالنسبة للعمليات الإلجارية في داخل قطاع غزة زياد ما هو جديد الجيش الإسرائيلي فيما يخص التقدم والوصول إلى مدينة غزة المدينة عمق المدينة حاليا هذه المحاولات تبدو حاذرة وبطيئة للغاية السبب في ذلك هو التخوف من أعداد كبيرة من الغتل والجرحة في صفوف الجنود الإسرائيليين لهذا التقدم يجري بطيئا يقوم سلاح الجو الإسرائيلي في البداية بضرب المواقع المختلفة أمام تقدم الدبابات والقوات الإسرائيلية بعدها قوات الهندسة العسكرية تجري مسحا للفحص إذا كانت هناك مناطق أو منازل مفخخة أو زرع بوات ناسفة الجرفات تتقدم عادة الدبابات من ثم تتقدم القوات وهذا يمتد على ساعات كل يوم التقدم بسيط لمائة متر مثلا يتطلب أحيانا ساعات وهذا هو السبب في التقدم البطيء للقوات الإسرائيلية التي تشتبك مع الفصائل الفلسطينية في كل المحاور أيضا في محيط مدينة غزة في المنطقة الجنوبية الجحر الديك وكل الأماكن التي كنا نتحدث عنها منذ بداية هذه الحرب البرية ما زالت تشهد اشتباكات عمليا بين الجانبين طيب الفصائل الفلسطينية زياد تتحدث عن يوم صعب بالأمس ومقاومة شريسة الجانب الإسرائيلي يعطي نتائج ما يجري من خسار بشكل مباشر هو يتريث كثيرا في هذا الموضوع سبق وأشرنا إلى هذه النقطة كان هناك دائما تكون معلومات لدينا بمقتل جنود بعد يوم أو يومين فقط يعلن عن هذا الأمر وبالتالي هو يعلن ولكن دعنا نقول بالتقسيط إنجاز التعبير هو يعلن يوميا عن اثنين أو ثلاثة جنود لكن بدون النشك بأن هناك أعداد من القتلى الإسرائيليين قد تفوق الأرقام الرسمية المعطاة وهناك أعداد كبيرة جدا من الجرحة في المعلومات لدينا بأن أكثر من 400 جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الساعة من بينهم نحو 100 أصيبوا بجروح خطيرة هؤلاء أيضا تم إجلاؤهم تحت النار بمعنى في خلال اشتباكات جرى إجلاء هؤلاء عبر المروحيات العسكرية إلى المشافئة الإسرائيلية المختلفة طيب هذا فيما يخص الميدان وما يجري الآن ملف الأسرى الجانب الفلسطيني حركة حماس مثلا يحيى السنواري يتحدث بأن لمسات الأخيرة وإسماعيل هنية يقول سلمنا ردنا للوسطة ما هي آخر التحديثات في هذا الشأن يا زياد بالنسبة للجانب الإسرائيلي مصدر حكومي إسرائيلي أقر بأن هذه الصفقة شبه ناجزة أو قريبة في انتظار إعلان الوسيط القطري عن الموضوع لكن بالفعل هناك أمور تقنية ما تزال عالقة حتى اللحظة يجري العمل على تسويتها وهي ليست تقنية فقط لأنها لها دلالات كثيرة هناك مطلب من حماس مثلا بوقف سلاح الجو الإسرائيلي في خلال عملية التنفيذ التي قد تنتد لخمسة أيام من وقف إطلاق النار وبالتالي هذا مطلب من الصعب على إسرائيل أن توافق عليه بطبيعة الحال بالإضافة إلى ذلك قضية إدخال الوقود إلى قطاع غزة أيضا إسرائيل تريد ضوابط لهذا الوقود كي لا يصل إلى حركة حماس كما تدعي إسرائيل بالإضافة إلى ذلك المعلومات التي باتت شبه معروفة حول أعداد الأسرة أكثر من خمسين إلى ثمانين أسيرا إسرائيليا هم من النساء والقاصرين عمليا في مقابل ربما عدد أكبر من ذلك قد يصل حتى إلى مائتين أو ثلاثمائة من الأسيرات والأطفال الأسرة لدى إسرائيل في السجون وقف اطلاق نار لخمسة أيام تقريبا هذا أمر أيضا يقلق الإسرائيليين بطبيعة الحال وكما في العملية الماضية أيضا الصليب الأحمر الدولي هو من سيتولى نقل هؤلاء إلى ربما الأراضي المصرية أولا شكرا جزيلا لك مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي مع صوت طائرات تحلق على ما يبدو من فوقك يا زياد شكرا جزيلا زياد على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك